كتير صعب الواحد يكمل حياته بس يكون فيه كوارث حقيقية محيطة فيه كيف بده يكون قلعين يحكي عن مشهد سخيف مثل المشهد اللبناني دائم مقساة الشعبان التركي والسوري بعد الزلزال بتحس الكرة الارضية عم تتحرك ونحنا واقفين محلنا كل حركة بهالكوكب بتثبت قديشنا نحنا بقعرو كل عمرنا عيشين بعصفورية طواقف ومذاهب وحروب ومن بعدها عشنا بعصفورية اقتصادية متنكرة باسم هندسات مالية وصولا على العصفورية القضائية حتى وصلنا مؤخرا مع الزلزال على العصفورية العلمية حتى الخبرة والدكاترة والعلمة بهالبلد او بالقليلة بعضهم طلعوا مهزلة اكيد بتناغم لام وتناهي من الاعلام واكيد كمان مش كله لان كبار القوم بالاعلام اختصاصهم مصارف واوضاع مصارف على فكرة هول المصارف المالية مش الصحية بس بالنتيجة كله بطوف المصارف الى حوالي اسبوع مقادر بيوع مع التهديد بالتصعيد واحتجاز حتى المعاشات والفراش دولار باختصار هول المصارف عم بقولولنا او منسرقكن ومننهبكن انتو راضين او منعطلكن مصالحكن وبالنتيجة رح نسرقكن وننهبكن فانتو اختاروا الطريقة اللي بتناسبكن لنسرقكن وننهبكن باختصار المصارف بتردع وبترجع تفتح بس تتحقق مطالبة ومطالبة هي عدم المس براس مالا تعليق كل الاحكام والدعا والقضائية بحقها وهيدا مش تدخل بالقضاء هيدا تمني بيع عملك الدولة لتحصل على الخسائر اللي قلمت بمحفظتها المالية وهيدا اصلا كان محسوب من الاول افلاس الدولة وبيعها قطع قطع ورد اللي بناسبها من اموال المودعين بالليرة اللبنانية هلا هو البصل بالبلد صار بالدولار بس المصارف بدأت تدفع بالليرة ليشو هي عم بتبيع بصل والاهم من كل هيدا انه صارت مع الكابيتل كونترول وصار بدأت تضغط باتجاه جلسة تشرعية للكابيتل كونترول وكمان لتمديد للواء عباس براهيم 46 نائب رفضوا الحضور واكدوا انهم لن يفعلوا ذلك الا لانتخاب رئيس جمهورية هولي 46 نائب منهم قواته كتائب وتغييريين ومستقلين صار موقفهم وعروف بكتير من القضايا الا انهم غير متفقين على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية بس انه اذا اتفقوا او ما اتفقوا اعترضوا او ما اعترضوا بيبقى الامر الناهي ما تبقى من المجلس النيابي اولا لانهم اكترية وثانيا لانهم يستطيعون هذا موقف مش كتير شعبي والاجح يحمل بعض التأويلات لانه برأيي الخاص ما في حدا نضيف بالسياسة وما في حدا ما واقفوا كلها لاغوا برا عليها بس في عالم اقل سوء من عالم وهولي ال46 النيب لهلاء هن الاقل سوء علما انه فيما اخذ كتير على بعضهم وفي خلاف مع بعضهم الاخر وما في سقاب كتير كتير منهم خصوصا انهم بيتقاطعوا مع المنظومة الحالية بكتير من التاريخ الميليشياوي وبالتصويتات وتسويات وبالتالي هن جزء من الدمار العام ولكن ما بقى عنا امل الا انه نحاول نلحق الكذاب عباب داره ونحاول انه نزرك هايدي الشخصيات لنسحبها من الاكترية اللي حاكمه ونحاول نجرها على قصص وقيم جديدة ممكن على اساسها وضع اجندة شبه مقبولة لمحاولة الحد من التدهور ليصير من بعدها قادرين نحلم ببناء بلد بس حقيقة اذا هالقد في نواب ما بدون الجلسة التشريعية ليه ما بينزلوا وبيبقوا بالبرلمان مع ملحم خلف ونجعتون لحد ما ينتخبوا رئيس آه نسيت الانتخابات هايدي بنص عليا الدستور انتو بتكون توافق لضمان الحصص غير هول ال 46 نايب في الاكترية اللي هن 82 هول السناء الاكتر وطنية وحليفه الاكتر عنجهية وحلفاءهم وبعض المحسوبين علينا على انه النواب امي هايدي المجموعة عم تلعب على القطع مثل حزب العزاء والكرامة اللي هو دايما مع مصلحة الشعب بس دايما الامور بتصير غصبا عنه ناسا بهيدا الجلسة هو ضد الكابتل كونترول بس مضطر يحضرها لانه فيه اللواء بدأ معقول يغيب عن جلسة التمديد وعلى فكرة جمع الموضوعين على جدول الاعمال ضربتنا به يعني مش كتير كتار اللي من صالحهم يصود وجههم مع السوبرمان لبنان خصوصي رئيس طيار المخلونة بس قال الطيار رح يأكد عدم حضوره للجلسة التشريعية بعدين لصالح مين الشغور بالمؤسسات الامنية يوم بتكون تبعتوا وراهون عالتحقيق بانفجار المرفق ويوم بتكون تعطلوا التمديد لالهون اللي واق اصلا ما نو كتير عباله يمدد بس هو قال ما رح يتخلى عن واجباته الوطنية في حال ما كان الو بديل وطبيعية نحنا عنا بطايفة ما منتخلى عن حدا بس واحد ياخد كرسي بيحتفظ فيه لالابد لانه ما عنا لالو بديل كمان كبير اللصوص رياد سالمي قال هو ما بدو يمدد ولا يجدد بدو يطوي الصفحة ويفل من حاكمية مصر في لبنان بعد 30 سنة من الإدارة الرشيدة للملف المالي قدى حلو انه كل المدرس صف الأول مطلوبين للعدالة عنا بشكل أو بآخر على الهامش نحنا الشعب حضرنا مقساة الشعبان التركي والسوري بالزلزال الأخير وكنا عم نشوف حالنا بكل صورة وبكل فيديو بس عم منصلي حتى المش كتير مؤمن أخد بنصيحة وزيرة الداخلية وصلى على قاعدة إذا ما نفعت ما بدر ولأنه الصلاة هي الشي الوحيد اللي ممكن يحمينا بظل انعدام أي أمل إلنا بدولة ممكن تكون قادرة على القيام فينا كشعب إلا إذا شكلنا له مصدر سرقة جديدة ونحنا كشعب منكوب منفيدة أكتر بترجع المساعدات وبترجع مزاريب الفساد وبالقليل الزعمة بلاقوا مين يشير عنه نشألي بالإعاشات قبل ما أختم موقف بموضوع المساعدات لضحايا الزلزال سوريا في مشهدين من جهتنا نحنا كلبنانيين المشهد الحقيقي هو اللي من بطولة الشعب والدفاع المدني والمساعدات للشعب السوري والتركي ومشهد مشرف ومحق لأنه الإنسانية ما بتجزق والوقوف مع الشعب السوري الأعزل اللي ما بيلحق يوع من مجازر الحروب لا يوقع ضحية كرسة طبيعية وفيه مشهد التطبيع مع النظام العفن وزيارة النظام المجرم اللي بالنسبة له الزلزال أكمل ما لم يستطع هو فعله والكلام عن رفع عقوبات إنون أيصر هو كلام سياسي للإتجار بدم الشعب ومن أفضل من محور الممانعة بلعب دور الإتجار بدم الشعب العقوبات الدولية ما بتمنع وصول المساعدات الإنسانية واللي بيمنع وصولها هو عدم تعاون النظام لما بيرفض إنه توصل للجمعيات اللي بيوسق فيها المجتمع الدولي إن شاء الله موت إذا عم كذب بس الشيخ نبيل أوق الأمريكا اللي دربت هيروشيما بالنووي هي نفس اليوم عم تمنع المساعدات الإنسانية عن الشعب السوري علماً أن هناك مشاهد في سوريا أبكت الحجارة ولكن قلوب المسؤولين الأمريكيين أشط قصوى من الحجارة أنا عندي سؤال إنه لأي دايماً بدنا نعاتب الأمريكان إذا نحنا مسلمين جدل إنه هن الشيطان الأكبر والأبعد ليه دايماً منتظرين منهم الخير وإنهم يشعروا معنا غير إنه نحنا أصلاً مش بحاجة لأذن لأنه نحنا بمحور الممانعة مفعم بالعقوبات يعني ما لازم نخاف من عقوبات جديدة أنا شخصياً بقول بلى الأمريكيين وجميلتهم إذا قصد محور العزة والكرامة بيقدر يوصل للشعب السوري كل المساعدات من نفس الطريق اللي وصل فيها لأسلحة والمقاتلين لنصرة النظام مجحة أولى بأهل بيته خليني السكتة